أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعقدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصير میں دعوت دوں گا قاری محمد اقبال صاحب حفظه اللہ کو تشریف لائیں اور اپنی شیری آواز میں تلاوت کلام پاک فرما کر اس مجلس کا آغاز کریں جناب قاری محمد اقبال صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسفس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمین وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معا سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله الآخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن وكان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل عواب الحفيظ ما الخشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر